اشتركوا في القناة حيث سنسجل غيوم عابرة على المناطق الغربية والوسطى مع بعض الأمطار على المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى إلى غاية تمال الصحراء والوحات أيضا المناطق الشرقية أجواء غائمة بحول الله مع بعض الأمطار على السواحل إن شاء الله أيضا المناطق الجنوبية أجواء تقريبا صافية ومشمسة مع غيوم عابرة أيضا على المناطق الجنوبية الغربية في الفترة المسائية نتوقع متابعنا كرام أمطار ستكون معتبرة وغزيرة بحول الله إلى غاية الليل على المناطق الشرقية المناطق أيضا الجنوبية الغربية إلى غاية تمال الصحراء والوحات ومناطق وادي سوف بحول الله المناطق الغربية أجواء غائمة بحول الله غيوم دون فعالية أجواء غائمة على المناطق السحراوية الوسطى المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية أقصى لجنوب أجواء صافية ومشمسة وصافية خلال الفترة الليلية بحول الله تعالى نمر معكم إلى درجات الحرارة اليوم الثلاثة متابعنا كرام حيث سنسجل تراجع طفي في درجة حرارة حيث سنسجل 36 درجة على ولاية أدرار وولاية تندوف 32 درجة على ولاية تمراص 30 درجة على ولاية إليزي إلى غاية مرتفعات الهقار والتاصيلي تقريبا ورقلة 30 درجة إلى غاية توقرت ورقلة كما قلنا 30 درجة مع ولاية غرداية 28 درجة على ولاية بشار 22 درجة على ولاية الجلفة الأغواط البيضة إلى غاية النعمة والمناطق الغربية سنسجل أيضا نفس المقياس 22 درجة السواحل الوسطى والداخلية سنسجل أجواء منعشة وباردة 21 درجة 19 درجة على الهضابة العليا كابورج بارريج وولاية تصطيف إلى غاية البويرة والامدية أيضا قسنطينة والمناطق الشرقية الداخلية سنسجل 22 درجة على قلمة وسقهراس بالإضافة إلى الأولاس وولاية باتنا خنش لاتبسا وأيضا وولاية بسكرا سنسجل تقريبا ما يقارب 30 درجة السواحل الشرقية سنسجل ما بين 20 إلى 21 درجة على كل الشريط الساحلي بحول الله تعالى الرياح متابعنا كرام ستكون في الموعد على السواحل الشرقية بحول الله تعالى وتقريبا بعض الرياح على المناطق الجنوبية أقصى الجنوب ناحية تمراص خاصة في الفترة الليلية ما يؤدي لتطاير لبعض الرمال البحر سيكون هادئ على المناطق الغربية والوسطى وقليل الاثراب على المناطق الشرقية بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبرك